في الصفحة الثقافية الجنسانية والعجوبة بالمغرب مؤلف الإعلامية سنة العاجية تقديمها القراءة في إطار أشطة شبكة تنمية القراءة حول مضامينه وظروف إعداده روبرتاج خليجة الجمالي وإبراهيم الغوتي المؤلف من إصدارات سنة 2017 هو أطروحة للحصول على شهادة الدكتورة في علم الاجتماع يعكس خلاصات بحث يهدف تفكيك مجموعة من التمثلات والخطابات الاجتماعية محاولة القراءة موضوعية علمية وأكاديمية لأبعد حد لكي نفهم جزء من تحولات المجتمع الاجتماعية وتحولاته على مستوى بناء العلاقات ما بين الأفراد لأن المجتمع المغربي اليوم يتحول على مجموعة من الأصعي تقديم هذا المؤلف يندرج في إطار الأنشطة الثقافية الدورية لشبكة تنمية القراءة بصفرو هو دخل في إطار الأنشطة العتية التي ندرها تقريبا منذ التأسيس كل شهر ندره لقاء أو لقائين مع كتاب والهدف منه هو تقديم الكاتب للجمهور المفترض من أجل خلق علاقات إنسانية وتواصلية وكذلك تحيح بعض الرؤاة والهدف لأنه كذلك منه هو الدعم للكتاب المغربي والمنتوج المغربي المؤلف نتاج دراسة ميدانية اجتماعية امتدت لست سنوات لتقديم قراءة موضوعية وإجابات علمية أكاديمية وأيضا طرح إشكاليات وتساؤلات جديدة